مثلا حادثة السفاح اللي اسمعنا عنه ده في بعض الاماكن اللي ظهر ده وتمسك وقيد التحقيق او خلافه احنا كعلماء احنا بنبص للحادث ازاي مناش دعوه بالتفاصيل مناش دعوه بالاشخاص مناش دعوه بالتحقيقات الجينئية انما لنا علاقة او لنا دخل بالنصيحة بالدرس المستفاد ما هو الدرس المستفاد من امثال هذه الحادثة ايه اللي نقدر نقوله انا هقول لكم رأي بداية انا رأي انه ربنا بيقول في كتابي العزيز وكذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اي جريمة اي جريمة اللي بيحد من تأثيرها ومن خطورتها الرقابة المجتمعية ان الناس تبقى شايفة اي تصرفات مريبة واي تصرفات غريبة اللي هو البعض بيحاول يقولك ايه عشان يخليك يقولك خليك في حالك خليك في حالك لا انت شايف تصرفات مريبة ضيوف مريبين بيدخلوا في اوقات متأخرة من الليل عن دجارك وخلافه انت ما الخطر حيعم على الجميع الرقابة المجتمعية الشرعة قالها والرقابة الذاتية الاثنين دول الشرعة اكد عليهم فتيجي مثلا للرقابة المجتمعية النبي عليه السلام قال ايه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجابوا لهم شوف ازاي نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه اولياء بعض قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ان استهموا على سفينة احنا كلنا في سفينة واحدة فلو لقينا حد بيحاول خرق هذه السفينة وده قال انا مالي وده قال ده بعيد عن الحتة بتاعتي وطالما بعيد عن الكاملة بتاعتي خلاص تب وانا هتدخل في الماليش فيدي ولك لا لازم اقفية رقابة مجتمعية والرقابة الذاتية بقى ان يجي يقول لك ايه افرض ان عين القانون مش شايفاك كامرة مرأبة متعطلة او انت تحيالت عليها وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم حضر الله كان عليكم رقيبة مراقبة الله سبحانه وتعالى وهذا هو الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قبل الفعل واثناء الفعل وفي اي مكان ان الله مطلع عليك سبحانه وتعالى ايضا اظن من الدروس المستفادة استغلال وسائل الاعلام في الامور المفيدة والنافعة يعني كل الوسائل الحديثة ان انا استغلها فيما يعود علي بنفع نفع شخصي او نفع عام مجتمعي لكن دون ترويج شائعات او كذا او كذا اه طبعا يعني التنبيه وهذا من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر من باب الاستفادة بها ذاتيا من باب الاستفادة افادة الغير بها من باب التنبيه وكل هذه الامور ان احنا نستغلها فيما يعود بالنفع على المجتمع كل تمام طيب احنا عندنا مولانا مع دي اذن فضلتك انا احكي حكاية في القرآن الكريم حض في سورة البقرة ايه حكاية بقرة بني اسرائيل دي ده بقرة بني اسرائيل دي كانت امر من الله تبارك وتعالى لحل قضية واشكالية قتيل اذا اعرف من اللي قتلوا مش عارفين من اللي قتلوا فجات عندنا حاجة شرعية اسمها القسامة ايه القسامة دي يا سيدنا الشيخ لما نلاقي جثة في مكان ما نعرفش مين اللي قتلها بالروح جايبين خمسين من اهل البلد كبار البلد وبعدين يحلفوا بالله انهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا اتحلت القضية عندك كده لا لا يدفعوا ضيته قال الله تب ليه هم عملوا حاجة لا ولا قتلوه ولا يعرفوا مين اللي قتل قال له لأننا لسنا امة المغفلين ولسنا امة المغيبين مش اي حد يجي عمل مصيبة في الحتة بتاعتك وانت عليك بيتك وقفل بابك وخلاص انت مسؤول عن كل تصرف في دائرتك انت حتى ولو كان غيرك اللي بيعمله دي اسمها المسؤولية الاجتماعية المسؤولية المجتمعية اللي بيترتب عليها هنا مولانا الله عليك لا مش مجرد وعز دين بس لا ده انت عليك عقوبة مادية كمان ايه العقوبة المادية دي عقوبة انك نايم على اودانك لحد لما حصلت جريمة في الدائرة بتاعتك الله عليك الله عليك يبقى لابد ان ينتبه استشحاد رائع لابد ان ينتبه كل المجتمع لكل الحركات ما يجيش واحد يقتل واثنين وثلاثة وانت نايم وانت نايم وانت نايم وانت نايم لا ده انت تصحى وتنتبه